السلام عليكم ورحمة الله قال المؤلف باب في المذي وغيره المؤلف رحمة الله عليه يريد بهذا التبويب الدخول إلى ذكر أنواع النجاسات وبيانها وبعض المؤلفين يعبروا عن بعض أنواع هذه النجاسات حتى إشارة إلى سائر النجاسات وبعضهم يستفصل أكثر وبعضهم يفصل أكثر وبعضهم يجمل أكثر كل واحد لا طريقته مثل ما ذكر هذا ابن الدقيق العيد رحمة الله عليه في كتابه المهم أنك تعرف أن الآن سيذكر بعض الأنواع في النجاسات ثم ذكر ونقل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه الحديث الآتي قبل ذلك لا بد من معرفة القاعدة التي هي جامعة في باب النجاسات القاعدة هي أن النجاسة حكم شرعي يعني لا بد من معرفة الدليل من الكتاب والسنة حتى يحكم عليها بأنها نجسة من عقلي ورأيي وغيرها من الأمور لا لا بد من أن تأتي النصوص والأدلة بذكر أن هذا نجس إذن ماذا يستوجب إذا كان نجسا يستوجب غسله يستوجب الطهار منه له أحكام أما إذا لم يكن نجسا فلا يجب غسله النجاسة يجب غسلها هذا شيء فالآن هل ما يخرج من الإنسان كله نجس طيب إذا كان كله نجس هل كله ناقض للطهارة الصغرى أو بعضه للكبرى وبعضه للصغرى نواقض الطهارة الكبرى ستأتي إن شاء الله عز وجل لكن الآن سيأتي إشارة إلى ما يخرج من ذكر الرجل نقل المؤلف رحمة الله عليه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأله شنو يعني مذاء مذاء قال ابن حجر رحمة الله عليه ومن الفتح أنقل ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند الملاعبة أو تذكر الجمع أو إرادته وقد لا يحس بخروجه فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضى وللبخاري اغسل ذكرك وتوضى ولمسلم توضى وانضح فرجك هذا الحديث أخذ منه نجاسة المذي هذا الذي ذكرنا تعريفه عن الحافظ بن حجر هو نجس وهو ظاهر لأنه أمر بغسل الذكر قالوا وفيه أيضا أن الخارج من السبيلين ناقض للطهارة منه المذي ومنه البول ومنه الودي وهو الذي يخرج عقب البول بلا إرادة ولا شهوة ومنه المني وهو المعروف الذي يخرج بتدفق مع الشهوة ومع الإرادة فإذا خرج المني استوجب الطهارة الكبرى أما سائر الأشياء التي تخرج من السبيلين فتستوجب الطهارة الصغرى أما النجاسة فالتحقيق أنها كلها نجسة إلا المني فالتحقيق أنه ليس بنجس لأنه أصل مادة الإنسان وهو الذي ينتقل إلى المرأة ولو كان نجسا لحرم على الرجل نقله إلى المرأة المهم هذا الحديث تأخذ منه أن المذي ناقض للطهارة فيجب منه الوضوء ويجب منه الغسل وهذه الألفاظ التي ذكرها المؤلف رحمة الله عليه تكلم أهل العلم فيها في حكم الترتيب هل يجب الوضوء ثم غسل المكان أو العكس على وفق دلالات الواو هل هي للترتيب أو غير الترتيب ومع جمع هذه الألفاظ ذكر أهل العلم أن الصواب أنه يغسل موضع خروج المذي ثم يتوضأ بعد ذلك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر